أستاذ عبد الرحمن من القاهرة السلام عليكم يا ركتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ليك يا ركتور عندي سؤالين بعد إذن اتفضل يا فندي زكاة المال توزعها أنا معرفش حد ممكن أديها الجهات الحكومية أو النصصة الأهلية توزعها يابت عني السؤال الأولاني السؤال الثاني أنا مريض وأهلي أو أصحابي لما بيسألوا علي بقولهم عن المرض اللي عندي هل ده يعدي شكوى من إن ربنا أداني مرض ولا ده أنت بتقولهم على مرضك ليه حاج عبد الرحمن بيقول ليه أنت أخبرك إيه عندك إيه أخبارك فبقول مثلا عندي كذا أو بعمل كذا أو بقولك بتعالج من كذا لو بتقول عشان عشان إن حد يساعدك في أي عمل من عمال التداوي ماشي لكن لو ما فيش حد يساعدك ويطلب منهم الدعاء وإذا أفضل عارف أفضل ليه أقولك أنا أفضل من ثلاث جهات بس خلينا نجاوب على السؤال خلاص كده السؤالين حاج عبد الرحمن السؤال الأولاني هل ينفع أننا أدي الزكاة للمؤسسات اللي بتقوم بتوزيع الزكاة وبتلقى الزكاة بشيء من الترخيص وإن هي ده توظيفتها والدولة أزنى لهم بذلك طبعاً يجوز إن إحنا نعمل ده يجوز إن إحنا نعمل ده وده بيوصل لمستحقيم وإن شاء الله بيوصل لمستحقيم نجي بعد كده السؤال الثاني اللي حداك بتسألني عليه السؤال الثاني بتقول لي إن أنا بقول لهم أنا مريض بإيه وأمور دي أنا شايف إن ده صعب وما ينفعش نعملهم من ثلاث جهات جاء الأولى إن إنت لما تقول لهم كده وتجد منهم الرد فعل مش منتظر إنت قلبك بيتوجع وبتحس إن هم خزلوك أدي أول حاجة الحاجة الثانية إن قد تسري إليك الشكوى من إن شيء ربنا بيرفع بيه درجتك وإنت مش دريان الحاجة الثالثة والمهمة إن هم في الحقيقة ممكن يشيروا عليك بأشياء مش مناسبة ويوقعوك في الخلل فأنا رأيي الشخصي إن إنت إذا كانوا هم مش قادرين يساعدوك في أي شيء يتعلق بمسألة التداوي اشتفاء بغير إن هم يقول لك وصفة طبية غلط فأنا شايف إن إنت تطلب منهم الدعاء وده عود نفسك على إنه يكفيك لأن بعض الأوقات الناس بتكلم عن أمراضها عشان الناس يلتمثلهم أعذار ويلتمثلهم وكمان يكونوا حنينين عليهم ويشفقوا عليهم أنا مش شايف إن ده هو ده الصح أنا يكفيني إن أنا في النهاية أنا مش محتاج من أي حد لما أكون مريض غير دعاء أما شفاقته دي فهي في قلبه في قلبه مش هتكون شفاقته إنه هو يحس إن أنا عندي مرض ضخم فيشفق علي لا أنا شايف إنه هو حنان وشفاقته دي ربنا وضعه في قلبه فأنا أخليه يدعي لي واسأله الدعاء أما لو كنت أنا محتاج مساعدة في شيء معين إنه ويجيب لي حاجة من مكان إنه أعمل لي كده واحتاجت إن أنا أقوله إن أنا ما أقدرش بسبب مرضي فلا بأس لكن أنا برجح لك إن أنت ما تقولش تكلمش عن مرضك أحسن